ما يزال أهالي المحافظات المحررة يتطلعون إلى المضي في حسم ملفات مصيرية كأولى المهام التي سيتولاها رئيس البرلمان المقبل وعلى رأسها إقرار قانون العفو العام وصرف التعويضات إلى مستحقيها هذا وبعد سنوات من الانتظار يعلق الأنباريون آمالهم على من سيتولى إدارة أعلى سلطة تشريعية في البلاد ملجس النواب باعتباره أعلى سلطة تشريعية في البلد لذلك المطالبين اليوم أن يكون هناك إقرار للعديد من القوانين التي تمس حياة المواطنين ومن أمها قانون العفو العام هناك العديد من المعتقلين في السجون بالإضافة إلى العديد من العوالي ينتظرون أبنائهم الأبرياء من أجل أن يتمشموا لهم بقانون العفو العام أن أقرار كثير من قرارات اليوم المتوقفة والمصيرية منها قانون العفو العام وأيضا أقرار المواسنات والتشريعات الدستورية والقضائية اليوم التي توقفت بغياب رئيس مجلس النواب وبالتزامن مع انعقادي جرسة البرلمان المرتقبة لانتخاب الرئيس الجديد يؤكد متخصصون أن إقرار قانون العفو العام هو بداية لنهاية المظالم ورفعها عن آلاف المعتقلين الأبرياء الذين أخذت منهم الاعترافات تحت وطأ التعذيب أن نشرح هذا القانون في أسرع وقت حيث عند خروج السجناء من السجون سوف نقوم ببناء مجتمع سوف تنفك الكثير من العقد سوف نصلح مجتمع كامل هناك عوائل كثيرة خارج السجون تنتظر الأب والأخ والابن في داخل السجون سوف نقوم ببناء مجتمع سوف نقوم ببناء إنسان ولا يخفى عليكم أن بناء الإنسان هو أولى من بناء المدن بحسرة واشتياق تتراقب عائلات المعتقلين فرجا قريبا عسى أن يشهد هذا العام حسم ملف الأبرياء في السجون الذي بات يؤرق أبناء المدن المحررة من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة